مش راح نعلق صراحة على هاد الحكومة راح نسمعته قبل قليل انهم عينوا عينوا حكومة وقال لك اغرب شي نعود نرجع برك المحند السعيد او بالعيد اخونا محمد السعيد انت دركه قل لهم يختاروا اسم ولا اختار اسم وقل لهم هذا صحيح وقل لهم باللي هذي انت اوك يزيدوا بالعيد ولا حتى يزيدوا لك ايت بالعيد راح ما عنده حتى معنا روح لاسمك الحقيقي كما هو وخليه ما تدرش تغير في اسمك ولا هم يغيرولك في اسمك خاصة انك انت ناطقة يسموك الناتقة رسمي باسم الرئاسة يعني اهم الوزراء اهم الوزراء اللي وضحهم قيد صالح راهم موجودين زك ماتي بالجود وقادوم الى اخره موسى الحاج الحاج موسى وجابوا واحد قال لك راهوا عمره 26 سنة وكأنها باش يخلعوا الناس 26 سنة القضية احنا كنقولوا لازم يكون عمارة الناس ما هيش فوق السبعين وفوق الخمسة والسبعين ما هوش الوزير المؤسسات الصغيرة او وزير شون اجتماعية ووزير البيئة وهذا ما عندها حتى معنى هذه ليس لديها اي معنى هذه الوزارات يعني تتحكم في اشياء بسيطة وفي الغالب لا تقدم ولا تؤخر يعني احنا كنطالبه بوجود شباب حقيقيين هو ان يكونوا في قلب القرار هذا واحد الامر الثاني راو في النهاية ما هوش قضية السن اه مهم انه ما يكونش عندنا من ثمانين خبن سبعين برك والفوق هذا مهم جدا لكن القضية موش قضية سن فقط بمعنى ان الشروط لازم ان تكون جميعها من نزاهة من التزام من كفاءة من قدرة من اخلاق من مجموعة تتوفر في المسؤول خاصة اذا كان وزير ثم لما تجتمع هذه تضاف له الوزير لعمر الستواشرين ولا ثلاثين ولا خمسة وثلاثين او الوزيرة الى اخرها والقضية ثانية راهي مش انا واحدة لابسة حجاب ولا مش لابسة حجاب لان هذا ايضا قد لا يعني اي شيء اكبر سفيها اليوم في البلاد لابسة حجاب اللي قاعدين يشجعوا فيها باش تهدم البلاد وباش تسب الناس وتسب المناطق وتبزه ما خلات ورقلة ما خلات الواد ما خلات الجلفة ما خلات بلاد القبائل بطبيعة الحال اذا القضية هي مش انك لحية ولا بدون حجاب او بدون كرافاتا او بدون راه لا 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 معنى لها وقبل 14 القرن قال الله عز وجل في الآية ان الله لا ينظر الى صوركم قضية ليست صورة في نهاية المطاف اه اللي يحب يلتزم بدينه باخلاقه هذا شيء جميل شيء جيد لكن في النهاية في العمق اعطي لي الانسان اللي قادر اللي عنده اخلاق اللي عنده كفاءة اللي عنده قدرة اللي عنده حب للوطن حب للشعب قبل ذلك وقادر على التسيير اما هذيك تجي يعني كرتوشات اخيرة اذا حبيتوا التنوع والتنوع لكن 39 وزير في زمن تخشف في زمن مفيش مال مفيش تراهم 39 وزير اقلهم يكلف الدولة اكثر من 100 مليون في الشهر ما بين الشهرية المباشرة الاجر المباشر والسيارات والحراس والسكنة واش 800 ممكن اكثر من 200 مليون في الشهر وين رايحين 30 وزير اقصى تقدير كان ممكن 15 وزير ومعاهم بعض المساعدين بل اني ازعم ان عشر وزراء اكفاء يقدروا يسيروا البلاد على افضل طريقة ممكنة بشرط ان يكون معاهم مساعدين اكفاء واتوفر فيهم كافة الشروط اللازمة 39 وزير وروح اعطيهم قاع فيلات وروح اعطيهم قاع ثلاث سيارات سيارة ليه سيارة للزوجة وسيارة الاولاد وجيب منيش عارفش حال الحارس وسيارات الحرس وسكن الحرس وأجر الحرس 39 وزير يا فشلة وين رايحين في الوقت اللي الناس كانت تتوقع منكم انكم تخفضوا تكاليف الدولة وتكاليف المصاريف هذه التي لا معنى لها مثل السفراء اللي ياخدوا عشرين الف اورو في الشهر وزوج سيارات وفيلا وكل شي مدفوع كل هذا يجب ان يخفض اقل شي يجب ان تخفض كل مداخيل المسؤولين الى خمسين في المية على الاقل اقل شي وكل اللي ممكن يتخفضوهم بسبعين في المية ومكاش مشكل السفر اللي يدي عشرين الف تكفيه سبعالاف اورو وثبنالاف اورو في اي مكان كان لان كل شي مدفوع من خزينة البلاد من خزينة الشعب تراحل تسعة وثلاثين وزير ويبقى زقماتي هذا الوزير تحت تليفون وبالجود هذا يعني ينقرون ترافيكون في السوسيال لما كان اصلا مع تبون كان متخصص في نهب السكنات الاجتماعية لما كان معه في وزارة السكن واللي يجابه اصلا هو بالقصير هو المسؤول السابق انت على الدرك هو الدير ووزير الداخلية وقدوم هذا وزير الخارجية كان هو وزوجته في منصبين في امريكا والقانون يمنع ذلك منعا مطلقا كان هو سفير وهي قنصل عام او قنصل ما زلتوا قاعدين تضرو بالموسى الحاج وحاج موسى طبيعة الحاج منين يجيبه وزيت شفت فيهم واحد واحد وزير ايضا باش هو في عملية الخداع تعالى وكان القبيل هذا ناس بساطاء في العقول يجيب له ايت يقول لي فرحان فجايبين واحد اسمه ايت هذا في الحقيقة في اي دولة محترمة اين يوجد اي قضاء محترم هذا راح في السجن هذا تكلم في ناس وقال يجب ان يعدمه انا شخصيا تكلم فيه وقال هذا يجب ان يعدم لي انا وطالب باعدامي تعرف تعرف القانون يا فلان عندما تطالب باعدام شخص تتكلم ان هذا يجب ان يعدم معناك تدعو الى قتله انا كي نقول على ويحي يجب ان يعدم نتحمل مسئولياتي ويحي ارتكب مصائب ليس لا حدود هو والسعيد وتوفيق وترطاق وسلان والقايمة طويلة وانا اتحمله لو كان يسألني القاضي غدا يقول لي عليش قلت ونقول لي انه يستحق الاعدام اما كي تقول في واحد مثلي انا يجب ان يعدم فانت مش فقط لا تصلح ان تكون وزير انت يجب ان تكون في السجن انت يجب ان تكون في السجن لان لو كان الان اي احد من المحامين الشرفاء انا اقول له اخوذ اتوكل اروح انا لا اعترف بالقضاء لان اقضى تليفون لكن اروح ارفع عليهم قضية ونشوفهم لازم يجبوا هذا الوزير اللي ادعاعي الى اعدامي وطالب باعدامي في السحة العامة ايه وكان جيت نخاف من من اللي طالب باعدامي ولا في السحات العامة ولا اللي هدوني بالقاتل ولا بالاغتيال كارا عندي عشرين سنة ولا خمسة وعشرين سنة توقفت والله ما تؤثر فيي يا شعراء ولا تمسني بشيء انما تزدني قوة وثبات في الموقف لكن انا نقول برك على هذا الرئيس المعين كيفاش خياراته من البداية تكون خاضعة من البداية تكون خاضعة اذا كان يعرف وهذا اليوم قالوا لي هذا الشخص قالوا لي راه امسح كل الفيسبوك انتاو طيب وانت تمسح الفيسبوك كاي الناس اللي عندها وش كتبت واي محامي غدوا يرفع لك دعوة في الجزائر يقول لك اثبت طالبت باعدام فلان لماذا طالبت باعدامه اثبت باللي يستحق الاعدام كنا نطالب وبيدخال ويحيا في السجنة وفي السجن السعيد في السجن وفي السجن توفيق في السجن وفي السجن مولي شالي موطارتك في السجن struggle من اللي كان على حق ومن اللي كان على باطل أنتم اللي كنتم تقدسوهم بما فيهم أنت واللي أصلا أنت صناعة تعتوفيق أنت وصاحبك شيتور وغيركم يعني بلا ما نذكر الأسماء كلها أنتم اللي كنتم تقدسوا هؤلاء وتروحوا تجروا عندهم باش بلك يسمحوا لكم ولا أعطاكم شوية فوتات والله من كان يواجههم وعلى قول أحد الفضلاء كان ضريف جدا قال لهم محمد عربي زيتوت هو اللي كان قائد أركان والقايد الصالح هو اللي كان دبلوماسي معارض فلازم نحتفله بالقايد الصالح لأن كان من دبلوماسي وكان يعارض منذ 25 سنة منهم محمد عربي زيتوت كان مع البوتفليقة وكان مع وكان مع سعيد وكان مع ويحيا وكان مع هذه الحقائق اللي ما تقدرش تغيروها من كان يواجه دولة الكابرانات أنا شخصيا ابتداء من 95 هناك من سبقني من كان يواجه دولة بوتفليقة اللي كانوا كبار الجنرالات يقدسوه هو أيضا ومن في النهاية الآن ره يلعن في بوتفليقة قدستوه إلى درجة 20 سنة لما سقدت تلعن فيه هذه ليس موقف الرجال وليس موقف الشرفاء يجب أن يبقى الموقف ثابت ودائم هذه الحقائق إذن في الحقيقة بداية مش متعثرة بداية كارثية لهذه الحكومة والناس ربما قد يسأل يتسائل سائل ويقول لك انترك أصلا ما تترش بهم لماذا؟ أنا متهمنيش حكومتهم لكن احنا عارفين باللي فيه سلطة أمر واقع هذه سلطة الأمر الواقع في النهاية نحن نريد أن لا تذهب بالبلاد إلى الكارثة ولذلك أنا قلت منذ البداية إذا أحسنوا سننظر بذلك بإحسان وإذا أسأل سنقومهم ونواجههم ونستمر ولذلك ستستمر غدا شعارات الدولة المدنية شعارات هذه جمهورية مشيكة زيرنا شعارات خلينا من كلمة ايت وكلمة او لأنها مش هي اللي حتبدل ولا تغير هذه الشعارات الرئيسية وهذا هو الموقف الذي سيظل عليه الشعب الجزائري والموقف لماذا؟ لأن الشعب الجزائري يدرك أن الضمان الوحيد بعد الله سبحانه وتعالى هو الحراك هو الثورة هو الموقف هو المواجهة السلمية الدائمة وإخواني غدا خرجوا معكم وخوتكم واللي يجي ينظم لكم رحبوا به حتى اللي كان عارض حتى اللي كان سبكم حتى اللي كان سبنا حتى رحبوا به أي واحد يعود إلى الحق فنحن نرحب به أي واحد يعود إلى الحراك فنحرب به لكن بطبيعة الحال الزمانتين تاعنا لازم دايما يكونوا مواجدين والصور ثم الصور للبلطجية وما شابها من البلطجية سينتصر الشعب الجزائري بإذن الله إطلاق صراح الأحرار هؤلاء المعتقلين هي بداية خطوة كما قلت نرحب بها ولكنها لا تكفي إطلاقا لأن هناك مسيرة ما زال فيها على الأقل ألف خطوة أخرى حيا الله الأحرار في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر